خليني أقول لكم البقية في حياتكم البقية في حياتنا جميعا والبقاء والدوام لرب العزة اللي حصل إنعكس هو بيعكس حالة يأس شديدة لدى كل المتطرفين اللي ممكن يكونوا موجودين مش بس البقية الباقية التعبانة البائسة اليأسة اللي موجودة في سينة ولكن كل متطرف بيفكر تحت أي ظرف من الظروف أنه هو يقرب ليه؟ في ناس بتقول يمكن دا يكون ردود أفعال على مسلسل الاختيار أو 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 لكن خليني أقول لك وجهة نظر المتوضعة جدا مسألة مش متعلقة بالاختيار المسألة متعلقة بسينة مسألة متعلقة باللي العالم شافوا من إنجاز حقيقي على أرض سينة إنجاز في الحرب على الإرهاب وإنجاز في التنمية وإنجاز في إطلاق المشروعات وإنجاز في استثمارات بمئات المليارات على أرض سينة الإرهاب يشوف دا وما يركزش وما يسبتش ويبقى طول الوقت قاعد عمال بيفكر إزاي هيبقى واقف قدام العالم وقدام أنصاره مهزوم وخد بالك قدام أنصاره قدام أشباهه قدام اللي بيحاول يجندهم كل ساعة وإوعى تظن إوعى تظن إن فيه أي تنظيم إرهابي بيأس من تجنيد عناصر جديدة إوعى تظن دا هيفضل دا باقي ما دامت الحياة باقية على سطح هذا الكوكب التنظيمات الإرهابية هتفضل طول الوقت مشغولة بتجنيد عناصر جديدة لما أنت النهاردة مصر تبقى واقفة قدام العالم كله ولو تفتكروا يوم 25 إبريل في عيد سينة ومصر بتعرض اللي تحقق في سينة في ظل حرب ضروس على الإرهاب وبتعرض حجم الإنجاز وبتعرض أحجام المشروعات وبتعرض حجم الاستثمارات اللي هي زي ما بقولك كده بمئات المليارات على أرض سينة ومصر بتفتح درعتها قدام العالم لجذب الاستثمار في كل بقعة مهما كانت صغيرة على الأراضي المصرية عايز الإرهاب يسكت لازم يرد بس كان رده المراضي رد اليائسين البائسين فيذهب إلى ضرب محطة مية الله سؤال هو مش الإرهاب ده والمتطرفين دول بيقولوا إحنا نجاهد في سبيل الله وبيقولوا إحنا عاوزين نرفع راية ربنا سبحانه وتعالى والله ليس له راية بالمناسبة راية ربنا هي كلمته هي وجوده طيب لكن يجي يقولك إحنا ناس بندافع عن كلمة ربنا بندافع عن الحق الإلهي بندافع طب وإيه علاقة ده من حطة المية؟ يعني أنت بتحارب الإيه؟ أنت بتحارب البني أدمين اللي عايشين في سيناء يعني يعني أنت بتستهدف حق الناس اللي في سيناء فإنها تشرب مية وتعيش بتحارب حق الناس اللي في سيناء إنها تزرع أرضها أنت متخيل؟ بتحارب ده؟ طيب تم إحباط المحاولة بإيه؟ بدم المصرية ولادنا اللي كانوا بيدافعوا عن هذه المحطة هم اللي حموا هذه المحطة راحوا أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى وأحياء في نفوس كل مصري بالمناسبة الولاد دول ما هماش ولاد أسرهم فقط هم ولاد هذا الوطن هم ولاد كل بيت وكل عيلة وكل أسرة وكل أب وأم في مصر هم إخوات لكل المصريين ده مما لا شك فيه فمش هنسه فيه القول في النهاية تمت إحباط المحاولة وزي ما قال الرئيس هو ده مش هيثنينا عن اقتلاع هذه الجزور البقية الباقية من هذا العشب الضار زي بالظبط لما بتيجي تزرع أرض وتخلصها من أفات وأعشاب ضر دول الباقية الباقية من عشب ضار نبتشطاني اتوجد في سينة لأجل ظروف للأسف الشديد وأظن الظروف دي حضراتكم شفتوا جانب كبير منها بشكل توثيقي حقيقي واقعي لا يقبل التأويل أظن ولا يقبل المفصلة في مسلسل زي مسلسل الاختيار هل الاختيار هو عبارة عن خيال الكاتب والسيناريست إطلاقا الاختيار كان توثيق شديد الدقة شديد الواقعية وحضراتكم شفتوه في نهاية كل حلقة صوت وصورة لهذا التنظيم الحقير وهم قاعدين بيقولوا بلسنتهم خيرت بنفسه البلتاجي بنفسه المرشد بتاعهم بنفسه وغيرهم من قيادات الجماعة يطلع بقى أسعد شيخة يطلع غيره وهم بيهددوا لما يقعد واحد زي خيرت الشاطر يهدد في الوقت ده وزير دفاع مصر الآن هو رئيس جمهوريتنا ربنا يا رب يمد في عمره في خمط رئيس عبد الفتاح السيسي يهددوا خمسة واربعين دقيقة بإن مصر مش هتعد هتقوم ومش هتعد وإن هم قادرين يطلقوا يد الإرهاب ويطلقوا يد الناس ويعملوا لما البلتاجي يطلع يقول خليكوا بس فاكرين الحاجات دي لما البلتاجي يطلع يقول لو رجعت مرسي اللي في سينة هيقف وده معناه إيه غير إيه؟ غير إنه هم اللي في إديهم المحبس هم اللي في إديهم القرار يالي الإرهاب اللي في سينة يكمل يالي الإرهاب اللي في سينة يتوقف علشان إيه؟ رجعه محمد مرسي لن أذكر اسم الصديق لكن في المناقشة النهاردة كنا بنتكلم في التليفون صديق عزيز جدا علي وهو واحد من ناس اللي مهتمة جدا بالسياسة فكنا بنتكلم على مسلسل الاختيار بالمناسبة فمكناش حتكلمنا في رمضان يعني فقال لي والله العظيم الاختيار ده ما وفاش الإخوان حقهم البائس قلت له يعني إيه؟ قال لي هم أقزر من ذلك هو كان يتداول السياسة بفاعلية يعني كان لي إيد كان بيشتغل السياسة على الأرض في هذه المرحلة يعني من 2011 يمكن لحد 2016 أو 2017 وقابل بحكم عمله السياسي ده تقريبا كل قيادات الجامعة كل القيادات دون استثناء واحد يذكر قال لك ولا واحد فيهم ولا واحد بالمناسبة حتى المرحوم تاني بالمناسبة حتى المرحوم ما كانش بالطيبة دي يعني ده كل ده نبل من صناع هذا العمل يعني لما تيجي تبص على الاختيار أنا بيقولك تاني اهو هذا هو الواقع هذا هو التوسيق الفعلي ولكن بمنتهى النبل والله بمنتهى النبل شوف بمنتهى النبل الواحد شاف منهم حاجات كارثية يعني انت عايز تقولي في وقت من الأوقات انه مصر كانت هتنتخب حزم صلاح ابو اسماعيل يا نهر سود لو كان خيرة الشاطر كمل في المصار الانتخابي كان يبقى وقتها رئيس مصر بدلا من محمد مرسي ايه ده كانت مصر هتروح فين انت عايز تقولي ان الاخوان كان عندهم استعداد للتخلي عن حلم حكم مصر 500 سنة ما كانش عندهم هذا الاستعداد ما عندهمش الاستعداد ده ولو جزء في الثانية ما عندهمش استعداد يتنازلوا ولو جزء واحد من الثانية عن حكم مصر والتنكيل بالمصريين الاخوان لو كانوا كملوا خد بالك بس عشان تبقى فاهم لو كانوا كملوا بمرسي او بغيره والله لكانوا انتقموا من الميت مليون مصري واحد واحد انتقام حقيقي يصل الى التنكيل فانا مش عايز بس دماغك تتزغزغ ولا تصدق الكلام اللي بيتقال على تيك توك وفيسبوك وتويتر ومش عارف ايه وكل الهكس ده ده كلام فارغ سدق عقلك واعنيك ودانك انت تفرقت على تلاتين حلقة في مسلسل ما فيهمش كلمة خيال مش هقولك مشهد ما فيهمش كلمة خيال اللي حصل النهاردة بيأكد على قذارة وانحطات هذه الجماعة تيجي تقول لي اصل دول مش الاخوان ده داعش ده مش عارف انصار بيت المقدس ده ولاية سيناء ده مش عارف انظيم ارض الكنانة هو انت مسدق ان في حاجة اسمها كده يعني انت مش قادر تتصور اذا كان لسه في حد عنده تتصور ده يعني مش قادر يتصور ان كل دول ما هم الا اجنحة مسلحة لنفس دات التنظيم طب هاتلي واحد فيهم ما خرجش من الاخوان هاتلي واحد فيهم لا يقدس حسن البناء هاتلي واحد فيهم لا يقدس سيد قطب هاتلي واحد فيهم لا يقدس ابو الاعلى المودودي واحد مش هقولك هتلي عشر هتلي بس واحد مش هتلاقي استحالة اطلاقا الكل يقف عند هذه النقطة سواء